لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وفد حركة حماس في رمالة يأتي في إطار المساعي الفلسطينية لرأب الصدع وإنهاء الانقسام المتواصل بين حركتي فتح وحماس الموقف الفلسطيني هذا جاء ردا على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في المسجد الأقصى وعمليات القتل الميداني على الحواجز العسكرية الإسرائيلية والتي تستدعي موقفا دوليا ضاغطا على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي إطار مساعي تحقيق المصالحة الشاملة وإنهاء حالة الانقسام في الأراضي الفلسطينية التقى وفدا من حركة حماس في مقر الرئاسة برام الله حيث تناول الرئيس والوفد الحمسوي المشاورات واستعراض الأوضاع الميدانية التي تقود إلى مصالحة حقيقية مجموعة اللقاءات الوطنية التجريمة فيها اللقاء الذي جرى بالأمس واستقبال رئيس أبمازن لوفد من حركة حماس يأتي في سياق ترتبات الوضع الداخل الفلسطيني وخاصة بعد انتصار شعبنا الفلسطيني وقيادته في معركة القدس التي رفضها شعبنا بوحدته الوطنية وبإرادته أن يكون هناك أي تسيادة لاحتلال على أبواب نجد الأقصى المبارك أو على نجد الأقصى المبارك وبالتالي بعد هذا الانتصار لابد من أن يكون هناك ترتبات متعلقة بالشأن الداخل الفلسطيني وتم إبلاغ الوفد حركة حماس بأهمية استعادة الوحيدة الوطنية الفلسطينية هذه الزيارة تهدف لإجراء ترتبات ربما تؤسس لإنهاء الانقسام في مرحلة صعبة يعاني فيها الفلسطينيون من تصعيد إسرائيلي لافت من شأنه أن يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا نأمل أن يكون هذا اللقاء في إطار خطوات فعلية لإتمام ما تم الاتفاق عليه وتحقيق المصالحة يجب على الجميع التقاط اللحظة التاريخية الراهنة بعد الانتصار في القدس والذهاب باتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 بتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب للتحضير الانتخابات عامة رئاسية وتشريعية الإجراءة الإسرائيلية وفرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على القدس بين فينة وأخرى ربما هي المحرك للفلسطينيين في هذه المرحلة السياسة الإسرائيلية تهدف لدفع المنطقة برمتها إلى مزيد من الفعل ورد الفعل وهو أمر مناف تماما لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني على هذه الأرض المحتلة حسن أبو الروب الإخبارية رام الله